للحديث أكثر عن تداعيات نتائج الانتخابات وشكل الحكومة المنتظر في ظل صراعات الميليشيات على المناصب ينضم إلينا عبر سكايد من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة راوي أهلا بك دكتور نعمة معنا يعني كما تعلم على الرغم من الإعلان عن الاجتماع بين قادة الميليشيات لحل أزمة نتائج الانتخابات لا تزال الصراعات متواصلة بين شركاء العملية السياسية السؤال هنا هل تتوقع حلا مقبولا في ظل تهديدات الميليشيات تهديدات بعضها لبعضها الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أهلا بك ونتوجه بالشكر لمشاهديكم ولقناة الرافدين قناة المقاومة أنا حقيقة أسميها قناة المقاومة أهلا بك لكله حقيقة اليوم كان اجتماع مخيب للآمال ما يسمى بالإطار التنسيقي وتبوي سلحة حسب المعلومات اللي وردتنا وبأي شكل من الأشكال تخضعوا لمقدد الصدر وطلبوا منه ماذا يريد من تشكيل الحكومة فهم جاهزين أن يلبوا وأخي الكريم أبسط شيء إنه المالكي إجاء رغما عن خشمة وحضر هذا الاجتماع اللي كان سابقاً يرفض رفضاً باتاً مقابلة مقتد الصدر ولكنه جاء بفضل ما حصن نفس مقتد الصدر بالانتخابات والأصوات التي منحت له وعليه خرج المؤتمر اللي أقد خرج بخفي حنين لم يتفقوا على أي شيء ولم يأقدوا مؤتمراً مؤتمر صحفي وهذا دليل بارز وقاطع على فشل العملية أستطيع أن يصلوا إلى أي حلول دكتور نعمة حقيقة كلمة مستحيلة ما لازم نقولها لكن أعتقد أعتقد جاذماً لن يصلوا إلى حكم في المقابل وأنت تعلم ذلك جيداً لا يزال التأهب الأمني مستمراً باتزام مع رفض الميليشيات سحب عناصرها من الشارع لماذا باعتقادك هذه المخاوف من الكاظمي وحكومته هل متوقع أن يقع مثلاً صدام محتمى؟ أخي العزيز المثل العراقي يقول لنا ولد الإقرية يكون من يعرف أخي ذول الميليشيات ليول إيران يعرفون مقدرتهم وإمكانياتهم ومتى يضربون ومتى يهربون والآن أمامهم مقتدى الصدر أي جيش المهدي أي جماعة الصدر فعليه هم يعرفون أنه قوة الشارع الشيعي تتضمن وتتكون من مقتدى الصدر وأتباعه وعليه هؤلاء الزيول ليس لهم قوة وليس لهم سلطة سوى على المساكين السنة ومن لف لفهم أما أنه يواجهون مواجهة مع مقتدى الصدر فأعتقد بعيدة كل البعد من هذا المجال نعمة طيب يعني باعتقادك دكتور لماذا لم تنجح مبادرات لم شمل ما يطلق عليه البيت الشيعي رغم تدخل قاني بنفسه السؤال هنا هل اتسع الخرق على الراتق أم كيف تفسر هذا الخلاف بين الميليشيات أخي البيت الشيعي أو ما يسمى بالبيت الشيعي انتهى من تقريبا حوالي عشر سنوات وبدأوا يرمرمونا ويعيدونا ويعطو مثل ما يقول مسكنات ومقويات في سبيل أن يعاد تشكيله مرة ثانية إلى الواجهة ولكن هيهات للميت أن يعود الآن البيت الشيعي مات واحسبها علي سجلها علي البيت الشيعي مات وخاصة بعد هذه الانتخابات آخر نعش للاتفاق للوفاق الشيعي الشيعي في العراق وعليه كل الاحتمالات واردة إلى السؤال الأخيرة الآن دكتور نعمة يعني كيف تقرأ تجاذبات المشهد في شكل الحكومة الحكومة القادمة وماذا عن حظوظ الكاظمي من هذه الحكومة هل يمكن اعتبار الكاظمي المخرج للأطراف جميعها مثلا حقيقة أنا بمقابلة سابقة مع حضرتكم أو في قناتكم أتوقعت أنه لن يمنح فرصة الكاظمي مرة أخرى والآن أيضا أجدد نفس الموقف وسيكون رئيس الوزراء صدري ولكن ليس من البارزين الصدريين المعروفين حتى لا يحسب إذا ما فشل الصدريين في ممارسة مهامهم الحكومية من خلال الوزراء وإلى آخره فيكونون كبش فداء للانتخابات القادمة وعليه سيضعون صدري ولكن ليس من الصدريين البارزين كما نتوقع من لندن كنت معنا عبر سكايب الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعم الراوي شكرا جزيلا لك شكرا لك أخي الكاديم